اكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ان مملكة البحرين تمثل نموذجا رائدا وتجربة يحتذا بها للتعايش بين الاديان والثقافات انطلاقا من الرؤية الملكية المستنرة لجلالة الملك عاهل البلاد المفدة بشأن تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي واضاف العسومي ان تجربة البحرينية في هذا المجال تكتسب ابعاد عالمية مهمة من خلال اعلان مملكة البحرين للتسامح الديني الذي اصبح وثيقة عالمية لتعزيز الحرية الدينية للجميع كما اشهد العسومي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اجل ترجمة مفردات هذه الرؤية الملكية المستنيرة الى سياسات على ارض الواقع جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس البرلمان العربي ومعالي السيد منظور نادر رئيس برلمان جمهورية غيانة بامريكا اللاتينية وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في اندونيسيا وقد تطرق اللقاء الى همية التعايش بين الاديان والثقافات المختلفة وانعكاس ذلك على تحقيق الامن والاستقرار الداخلي على كافة المستويات حيث اشهد رئيس برلمان غيانة الى ان بلاده تضم ديانات مختلفة تشمل الديانة الاسلامية والمسيحية والهندوسية جميعها تتعايش مع بعضها في حرية والسلام ترجمة نانسي قنقر